أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان فخوراً وسعيداً بأن الفرصة سنحت له للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته رئيس البلد المضيف لقمة المناخ في دورتها الحالية طفى سوليفن أن بايدن كان يشعر بالأهمية الشديدة لحضوره بعض القمم ذات الأهمية الكبيرة هذا العام لافتاً إلى أن كاب 27 كانت أولى أو أولى تلك القمم التي تصدفها مصر حالياً قبل قمتين الأسيان في كامبوديا وقمة العشرين في إندونيسيا